ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في مزار القديس جوارجوس في الصلط بمناسبة يعيد نقل رفاة القديس جوارجوس اللابس الضفر إلى مدينة اللذب بفلسطين شارك في القداس الأب جبرايل طعامة والأب ألكسادروس مخامرة وجمعا محدود من أبناء الرعية وبهذه المناسبة قامت كاميرا نورسات بزيارة إلى كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في الصلط وهي واحدة من الكنائس القديمة في المنطقة والتي يعود تاريخها لنحو أربعمائة عام وعدة التقرير التالي وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في الصلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة ليس في قدمها وتاريخها فحسب بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدواء هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682 سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة فظهر له القديد جوارجوس فجأة وقال له بالحرف الواحد يا ابني هذا مكان مقدس ابنوا لي كنيسة في هذا الموقع هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة الكثيرة حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب وأهم عجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتن إلى هذا المكان المقدس ويطلبنا الغيف من الله وأثناء الصلوات وتضرع إلى الله من أجل الغيف فجأة يأتي الغيف ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضاً بيت كرم وجود ويقيم احتفالاً وعشاءاً تكريماً للسيدات بعد أن يتم نزول المطر وهذا شاهد كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك كثير من المرضى شفوا هناك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة فوقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة فجأة بدأت بالمنادة على والدتها لأنها تشاهد كل شيء فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبي في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنها ابنتها قد شفيت تماماً من مرض العيون كثير من المرضى المنصابين بأمراض خطيرة جداً وعندما أسماءهم ومعروفين لدينا شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصوا على كل شيء هذه طبعاً الكنيسة التي تفتح أبوابها للجميع والكنيسة أيضاً والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها وهذا هو التعايش اللي من نادي فيه والناس من نادي فيه هنا لكون التعايش هنا الإخاء هنا المحبة متواجدين هنا المجاوين الكنيسي هناك المسلمين ومسيحيين الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلط حوالي 6 كم تقريباً ما بين المغارة وقلعة الصلط هو لك التعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة بيننا وبين البلدية في دائماً أن تبقى الكنيسة شعلة ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها ليخرج المكان عن صمته تعبيراً عن رسالة السماء للذين في الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر